شبهьюو أشراحية الدكاة الثانية مسؤول عمراض الشرايين التاجية للقل ocksامراضä البسباب الأنساة في أischerastre وعمراض الأرمان كما هو أوهمون حرمري ما هو أصور الشريان التاجي أو ما هو أمراض الشرايا التاجى للقل أمراض الشرائين التاجى للقل هي ببساطة عن مجموعة من الابراد بتنتج عن تصلب في الشرايين التاجية الابراد. امراض تصلب الشرايين التاجية دي جزء من امراض تصلب الشرايين في الجسم اللي هي ممكن تحصل في المخ تؤدي لقصور في الدولة المخية. ممكن تحصل في الشرايين الترفية تؤدي لضيف في الشرايين الترفية. وفي بعض الحالات الاقل بمرض ارتفاع ضغط الدم يعتبر احد امراض تصالب الشرايين. ظهور تصالب الشرايين في الشرايين التاجاه القلب يؤدي الى ظهور ما يسمى باية امراض الشرايين التاجاه القلب انواع جزء اللي هو بنسميه احنا المستقر او ده اللي بيحصل مع المجهود او المجهود يجي لي الم في الصدر نتيجة قصور في الشرايين التاجاه القلب وده علاجه مختلف شوية عن الحالات الحد او الطريقة اللي هو يجي بقلم حد اه وانا قاعد مرتاح مرة واحدة يؤدي الى دخول الدعاية المركزة اه وده يمثل اه المثال منه اه الزبحة الصدرية او الزلطة اه اللي بتحصل في الشرايين التاجاه يجي علاجها مختلف شوية تحتى التدخل اسرع منه الاول ترجمة نانسي قنقر شكرا